الربح من الانترنت في تونس مالغري اللي احنا توف في الدميل ديزويت وبرشا ناس لحد الساعة في بالهم الربح من الانترنت كذبة ولا مجرد تحايل كانت تعمل فيريفكاسيون في جوجل وتشوف قداش من تونسي يعمل في كلمة او يكتب في كلمة الربح من الانترنت تو تلقى نومبر صغير من الناس اللي الى اوجع الكلمة هذي مالغري اللي الربح من الانترنت هو حل طيارة برشا للشباب التونسي باش يخدم و باش يدخل فلوس لذا اليوم انا قررت باش نعمل فيديو هذا بالتونسي عكس الفيديوهات الاخرى باش نعلم الناس كيف يشتربح من الانترنت في تونس بطريقة سهلة اغلب المجالات الممتازة اللي راها انا تنجح مع التونسي باش نبعد بينسوير على المجالات اللي فيها البيبال بحكم لحد اللحظة مثلا ماش بايبال في تونس اذا الطرق والاستراتيجيات بعد لانترو تابعونا سلام عليكم ورحمة الله اليوم كما قلت لكم باش نوريكم احسن طرق الربح من الانترنت في تونس وكيفاش انت في تونس كتونسي تنجم تربح من الانترنت عاز طريقة للربح من الانترنت اللي حب الحق يخضب ويربح الفلوس هي التدوين ومعنى التدوين انك تحل مدونة او الا موقع خاص بك وتبدأ في التدوين يعني تكتب تدوينات سواء بالعربي سواء بالانجلي سواء بالفرنسي باللي انت تنجمه المهم تكتب التدوينات متاك وتعمل الموقع الخاص بك بانصور بارش مجالات نجم تختم فيهم بارش مجالات عندها علاقة باللي انت تعرف مثلا تنجم تعمل الموقع كما الموقع متاع اذا مدونة الارباح اللي انتعو الارباح.com تنجم تحكي فيه باراكول اللي انت دومين تفهم فيه انا برسوني المان بانصور نفهم في الدومين تعل ميك ماني قاعد المدونة الارباح كيفية تربح من الانترنت وكيفية تخدم من اليوتيوب وغيره انت زادة تنجم تعمل السيت الخاص بك وتبدأ في التدوين بانصور عندك بارشة بلاتفورمة تنجم تخدم فيهم في التدوين تنجم تخدم موقع على بلوغر كيفية كيفية الموقع هذا يعني لا تشاري لهوستينغ ولا تنجم تعمل موقع الورد بريس كيفية الواقع هذا بيش تشري الوهوستينغ بيش تشري بانصور دومين دوت كوم مدفوع تنجم تلقى بانصور في المدونة برشة لينات يفسروا لك كيفية تشري الدومين مدفوع تشريها براتيكمان بدو دولار براني بالنسبة للعام الاول تركبو على البلوغر الخاص بك ولا تشري هوستينغ كنت تحب تخدم سيت على الورد بريس ولا تختار اي بلاتفورم اخرى عز بلاتفورم اتبع في العالم نمر واحد بدون منازع هي الورد بريس وبعده البلوغر بيانصور كان بيش تتقلني كيفاش بش نربح من المدونة متاعي بان اشهر واسهل حاجة بيش تربح من مدونة متاعك هي عن طريق جوجل ادسانس بعد ما تعمل السيتم تاعك ولا المدونة متاعك وتبدأ تجيب لها في الفيزيتور تبدأ تكبر فيها نجم تعمل عن جوجل ادسانس تقول له مراني نحب يعني نطلب تابع جوجل ادسانس ونحاول البيبليسيتين متاع الادسانس في السيتم تاعي دونك اوتوماتيكمان كمش تحب تعمل كونت باش تعمل هي هنا سانسكرير تعمل بانصور جمعت جوجل ادسانس باش يثبتو في السيتم تاعك باش يثبتو في الجودة متاع ترافيك الفيزيتور حقانيين اعباد بالحق اكسترا دونك اوتوماتيكمان بات كي وفقولك ع السيتم تاعك يعطوك كود تزيدو في السيتم تاعك والناس بطبيعة اللي تدخل للسيتم تاعك وترالي ببليسيتين وتنزل على الببليسيتين باش تشوف الكنتوني دونك انتي اوتوماتيكمان تربح الفلوس عن طريق جوجل ادسانس بانصور بالنسبة لتونس جابدين فلوسك في الادسانس بو احنا الكنتوات القدوم نجدون اوتوماتيكمان بالوسترن يونيوم ولا تويكة تربطها ديركت بالكنتبانكير دونك يصير الكبير من بانكير ديركت في الكنتبانك يعني مغير مشاكل ما عندك حتى مشكلة دونك تشبط فلوسك كاش من الكنتبانكير اوتوماتيكمان الميطود الثانية باش تربح من الانترنت في تونس هي انك تحل شين في اليوتيوب مالقري اللي باش تلقاه بهارش اليوتيوبر توانسة تبركالله خاصة بعد يعني لامات الاخرة برشا ناس فهمت اليوتيوب مربح برشا دونك برشا ناس حلت دي شين يوتيوب دونك تنسى كل اي واحد تقول لك باش نحل شين يوتيوب قولك سايب عليك ما فيهاش فلوس كان جاي ما فيهاش فلوس وعليش حل شين دونك كلامو بره دونك سكي يسير نجم تحل شين يوتيوب ما تقوليش ما نجمش نعرف ولا منين باش نبدأ ما ثماش ما اسهل من حالين شين يوتيوب المهم ما تخممش باش تعمل هاني نسرق من الشين هذية نعمل موديفكاسيون باللوجيسيال اكس ونهبط الفيديو لا سايب عليك من الحكاية ذي ولا هاني نسرق دي سيكونس انت سبور اكسترا راهو مش هكا اليوتيوب اليوتيوب من الدبوت انت دي ميل دي زويت تبدل معاش كيف يقبل الشينات اضم اللي يسرقه كذير معاش يربح باش تربح من اليوتيوب عندك ثلاثة شروط اساسيين شرط رقم واحد انك تكون فت الالف سبسكرايبر يعني عندك اكثر من الف ابونيه الشرط رقم اثنين وهو اصعب شوية انك تلم اكثر من 4000 ساعة فيوز في اخر اثناشن شهر يعني اخر عام تلم اكثر من 4000 ساعة وقت اللي توصل لشروط اضمه دونك اوتوماتيكمون تولي فاشين متاك ثم ايكون اكسيسيبل تمكنك انك تطلب الفيريفيكاسيون شني الفيريفيكاسيون يجيك مش يبوت المرة دي يجيك عابد من اليوتيوب يعمل الفيريفيكاسيون متاع الشين متاعك ويشوف كين الشين متاعك يعني بالحق متاعك ماكش سرق فيديوهات انت خادمهم تفسر فيهم كذي ولا ولا بلوغ ولا بنابورت وقت اللي يعطيك تحقيق الدخل وقت اللي يعطيك تحقيق الدخل كما فسلنا قبيلة نجم تربطها بالكونت ادسانس متاعك ولا حتى ما عندكش كونت ادسانس وما عندكش بلوغينك بل سيبا غراف تربطها بالكونت ادسانس الخاص بك وتجبط فلوسك العادة في تونس كما قلنا ما غير مشاكل ولكن عندك كونت ادسانس قديم تربطها به وتاخو فلوس كوستر نيون يعني ما عندك حتى مشكلة بالنسبة اللي بش يسألني شنية انواع القنوات اليوتيوب اللي نجم نعملها فمبورش افكار انتي حاول تخدم في الدومان اللي انتي تعرف تعمله مثلا انتي طفلة اللي هي بتوسكي دومان منعشنا الماكياج تنجم تعمل شن تايكس بيكاسيون أو مكان مادية تتويريال تفاصل للناس كيفش تعمل ماكياج مثلا انتي مدام في الدار الطيب في الماكلة تجلب شن تفسر فيها للناس كيفش يطيبوا و الأكليات و اسف تأخذها نحقا منعرف شن تبديش حطه نجار منيوم نجار كانت نجارة وكيف تصمون هو المال المراحله متاعك اللي تصورها راو تورين مراحل المتاحة واتبطها في شين يوتيوب جيب فيوز يعني اوتوماتيك مو حتى كما تحسبش اليوتيوب المصدر الاساسي متاع الفلوس امتاك ينجم يكون مصدر سجوندير يعني بش يزيدك في الفلوس اما راو صدقني كي بش تكبر الشين متاع وتفوت يعني الخمسين الفابوني راك حك في موحك بش يولي لك فلوس باها بلده بانصور اللي بش يسقلني كيفاش يخلص اليوتيوب راو يخلص عال فيوز الفيوز انت على اعلانات مش الفيوز مش اي فيو يعني كل انسان يرى هاك اللي علانك اللي يبدأ من اللوطة دونك يحسبلك علمي الفيو يعطيك مبلغ معين ان جنرال المبلغ هذا يبدأ ما بين 0.25 جس ك 4 دولار للدول الغنية بانصور في الفيوز للبيبليسيتي بالنسبة لليوتيوب الربح من الانستغرام بانصور تم ربح كبير من الانستغرام ولا انستغرام هالنهاريين ولا تقف في شكشي كبير في العالم العربي في تونس زادة ولو عنا دي كونت انستغرام كبار برشة كيما كونتا ذاية من العمارة بانصور حبيت نعطيه جوست اكزامل بابلوس يعني انتي ولا انتي اختي كان عندك كونت انستغرام كبير تنجم تربح منه الفلوس ثري ثري فاسيلمون ومنعرش كان الناس اللي تتبع في منال العمارة طو تشوفوا الي هي قاعدة تقول الي هي جميل تشري اي حاجة بفلوسها لانتي كيفاش تربح من الانستغرام باستخدام الانستغرام تحديث اي حاجة بفلوس كيما الكونتا ذاية باستخدام الشركات تبدأ ترسل فيك باش تعمل الببليسيتي عندك باستخدام الانستغرام تفسر فيه مثلا كيفاش لهي بالكلب كيفاش لهي بالقطاطس كيفاش اللبسة جديدة اكسترا الشركات تبدأ تتصل بك برابور للبروفيل الخاص مثلا باستخدام الانستغرام مثلا باستخدام الانستغرام تفسر كيفاش تعمل الماكياج كيفاش تعمل الماكياج اكسترا شركات الماكياج تبعات لك البرودوية ذاكما وابار تقل لك كل فيديو تعمل هالي تحط لي اشهار تصويرها في هال الماكياج ذاك نعطيك صم معينة يعني تربحها انت مقابل انك تقوم بحطان تصوير هاليك في البروفيل تال انستغرام لانستغرام ستقوني دومين طيارة برشا اما مشكلته يستحق يعني كونت متخصص مش كونت تحكي فيه على كل شي كونت هيك تحكي فيه على كل شي كونت متخصص كونت يحكي فيه على تربية الكلاب على تربية القططس على كما قلنا الماكياج كونت تعميك لا مش كونت تاك يبدأ فيها او شوية اخبار شوية موزيكا شوية شي باكواء يلزم كونت متخصص بيش تربح منه الفلوس بيش يبدأ الانسان اللي يراها اللي عندك كونت متخصص وعباد مهتمة متخصصين دونك الشركة تولي ساعتها تكلمك بيش تعطيك البيبليسيتي ولا بيش تعطيك البرودوية و بيش تقدم معك ثم زادة الربح عن طريق الفريلانس شنية الفريلانس هي انك تعطي خدمات العباد معينة وتربح انت الفلوس مقابلها من أسهل المواقع بيش تخدم موقع فايفر موقع فايفر ممتاز برشة للناس اللي تحب تخدم الفريلانس و موقع فايفر يعطيك الفلوس مقابل انك تعمل خدمات العباد ما اي خدمات مثلا تعمل ترادوكسيون تعمل سيو كانك تفهم في تصدر طب حركة البحث تعمل ديزاين تخدم للوغو فازات بالفوتوشوب اي خدمة اي خدمة تخدمها اطماتيك ما تخلص عليها كيفاش تخلص عليها كيفاش تخلص عليها كيفاش تخلص عليها وقت اللي توصل للمينموم في السوي انتا فايفر تنزل علي كون يقولك اطلب كارتة بيونير وتمشي تفليدي الكونت متاعك اللي اسمه اللقب و بطاق تعريف اكستيرا يبعث الكارتة ماستر كارت للدار فالكارتة ديك تنجم تشبط فلوسك بها مدستريبيتور يعني بالدينار التونسي ما غير مشاكل بالنسبة الكارتة ري توصل لتونس معام فيها حتى مشكل وتنجم تخدم بها طريق فاسي المو بالنسبة للانسان اللي مرحش يخدم في فايفر خطر فايفر يجبك شوية انجلية مش تحكي مع الشيرين و كل شي تنجم تخدم مع موقع خمسات المشكل في خمسات بش نكونوا واضحين انو معاكس فايفر ما فيش الخدمة انك تشبط فلوسك يعني بكارتة مستر كارت ما فيه كان البايبال و في تونس بانسور كل عادة ما فيه تماش حاجة اسمه بايبال دونك تم ذي سكون ابيل وكلاء الدولارات المالية الوكلاء اذوما بانسور يعاونوك بش تشبط فلوسك من يعني من من موقع فايفر في الدول العالم انتي تنجم تتصل بهم شيش بدولك فلوسك يعني من خمسات ويبعثوا بهم لك سويفون الميثود اللي انتي بش تفاهم معاهم بها سواء كانت اقرطير دو وسترن يونيون ولا ميثود تساعدك انا بنسبة لي كانت تسألوني يا مخي نقول لكم راو موقع فايفر خير عندك كارتتك وما عندكش مشاكل جاوك احلى جاوك ثم زادة سكون ابيل الربح من مواقع اختصار روابط شنية مواقع اختصار روابط هذي تعطيك الحق انك تعمل كونت كيفاش تشد انتي تختار الليان تمشي تعمله اختصار ان كونتر بارتي الليان هذك تمشي مبعد تنشره في الفيسبوك ولا في المدونة بتاعك ولا في اي بلاسة بان بنابورت وكل عبد يدخل عاك الرابط هذك يرى اعلان ويحاول يتخطى بشوصل لليان ذاك اطماتيك مون انتي على كل الف تخط يتربح فلوس تبدى ما بين خمسة جس كاوية دولار تو ديبان معناها من البلدين اللي انتي تتعامل معهم وبرابورو سي سيت اللي تتعامل معه دونك انتي تناجم تربح الفلوس بالمتودة دية سورتو للناس اللي بدووا ديزادمين كبار في الفوروم دونك وليو دو انك تعطيه الليان مباشر هاو هنه كراك انتا اي دي ايم هاو شي باكوانو بلاسة هذا تعطيه الليان ديريك نجم تكون الليان ذاكه تمشي تعمله شارت دونك تختصره في واحد من المواقع المربحة وانتي مباعد تربح الفلوس على كل انسان بتباعة بشي تخطي الليان ذاكه خطر حاشو بالبرجرام هذاكه وانتي هوك تربح الفلوس ان كونتر بارتي تريفا سيلمون مواقع هذه الحاجة اللي باية فيها طيارة بارشة فيها بارشة دونفواة بالنسبة للفلوس فيهم حتى اللي يبعث بالبيونير كالعادة فيهم اللي يبعث حتى بالوسترن يون ثم حتى مواقع يبعثوا اصل بالبريد التونسي المواقع اللي يتعاملوا شوية مع التونسة والجزيرية سيرتون الطريقة الاخرى لدرس اليوم بج ما يبداش الدرس طويل بينصوير الدومين تربع الانترنت رو فيه بحر رو فيه الاف وملايين الطرق ديما تحاول تلوج على الطرق المربحة الطرق اللي سهلة الطرق اللي تناسب العمل بتاعك بش نحكي اليوم عالفوريكس قد نعرف عنا بورشة ومشيكل في تونس مع الفوريكس ومني بش تشارجي الكارتة ومني بش جيب السود درس طرق قضم الكل كي ما تلاحظوا طرق ما تسحقش اي استثمار طرق يعني مجانية الطرق السهلة ايضا ايضا موقع يوغوب ايضا موقع يوغوب ايضا موقع اماراتي تنجم جيك استطلاعات بينصوير ما عنيش بش تكون برشة بش مكون واضحين ولكن الارضو بوش يعاونك استطلاعات سهلة يقولك لك فيش تأكل فاش تشرب ب دراسطين حكايات الكيكة حتى يمتد بستطاع دوني كل واحد ضلو ما تصل لال5000 نقطة تغيب لك 50 دولار تقريب تقريب ل150 دولار 150 دولار طيب لا تطلب كل ايضا انت تجيك لكود من الوسترن يونس في اليميل المتاعك تجبدك الكود على الوستر نيوني وتهزل بطاقة تعريف المتاعك وتمشي تجبد فلوسك من اي واحد اي بانكة بين سيور ولا بوسطة تخدم مع الوستر نيوني يعني طريقة سهلة برشة تنجي تكون سيبليمانتير وقت يجيك للسطة طلاع في التليفون ولا في البي سي بنابورت تجاوب عليه وتربح النقاط تنجم ايضا تخدم شوية زادة بالليان تعريف المتاعك تعطي لاصحابك كل انسان يعمل الاسكرية تحتك تاخو متين نقطة دونك خدنتوا سهلة وتنجي تخدم عليه بانسور طولي ميتود اللي شرحناهم اليوم اللي حكينا عليهم اليوم تو تلقاوا روابطهم لوتا في ديسكريبسيون وإلا إلسف في تدخل جوجل وكتب مدونة الارباح دونك إلسف في تدخل جوجل وتكتب مدونة الارباح وتلقى السيطم تيانا هذا اللي فيه بارشا دروس تفسر الربح من الانترنت تفسر لك كيفاش تاخو ايضا الكوارد سيرتو الكوارد التي تتبعث لتونس ومش الكوارد كل تجوهة تبعث لتونس تشوف برشا دي ميتود تشوف الميتود اللي تساعدك كما قلت لكم مهم ش هدوا مبارك الميتود ديس نتا الربح ثم بارشا ميتود اخرين بعين كما السي بياه وغيره تتلقوني ان شاء الله حكي عليهم في القناة متاعي على اليوتيوب كما قلت لكم القناة متاعي لهي بتوسكي دومان الربح من الانترنت ده بيتود نحكي بالعربية الفصحة اما الفيديو دا خليتوا للتوينس احبت نعوينهم خطر حسيت اللي عنا مشكلة كبيرة في الربح برشا ناس تحب تخدم ومش لاقي كيفاش ان شاء الله الفيديو دا يكون عوينكم بالكدي بالله اهي ما تبخلوش عليها باللايكات نحب برشا لايكات برشا لايكات برشا لايكات وانشروا الفيديو في السوشيال ميديو انشروا في الفيسبوك ابعثوه لاصحابكم كل انسان تعرفوه يحب يخدم في الانترنت ابا ثغوله خليتعلم يعطيكم الصحة لتابعتوا معي الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته